ذنب ثالث وكفارته التشاوم الطيرة قال عليه الصلاة والسلام من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك واحد رأي يعمل حاجة رأى في الطريق صاحب عاها فتشائم ورجع قال هذه ما فيها خير اليوم ورجع بعض الناس تشائم برقم 13 بعض الناس تشائم بالأعور بعض الناس يتشائم بحماته بعض الناس يتشائم بصاحب عاها بعض الناس يتشائم التشاؤمات العرب كان يطلق الطير إذا راحت شمال مثلا يتزوج يطلق الطير راحت يمين تزوج راحت شمال تشائم قال لا ما فيها خير ما تزوج يريد السفر يطلق الطير راح يمين يسافر ما راح راح شمال يبطل من السفر قال عليه الصلاة والسلام من ردته الطيرة يعني هذا التشاؤم من حاجة هذه حاجة مصلحته يعني ردته الطيرة فقد أشرك قالوا يا رسول الله ما كفارة ذلك قال أن يقول أحدهم اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك الذي ردته الطيارة التشاؤمات هذه ردته من حاجته ومنعته من إتمامها والمضي فيها ليش يعتبر ليش وقع في الشرك لأنه اعتقد أن الله شريكا في تقدير الخير والشر فالطيور مسخرة بأمر الله وما يحدث للإنسان من الحوادث يعني سواء كانت أشياء سعيدة أو أشياء تعيسة هذه ما لا علاقة بقضية الطيور راحت يمين ولا راحت شمال ما لا علاقة برقم ثلاثة عشر ما رقم ثلاثة عشر يعني راح يبغي مثلا يشتري حاجة ولا يأخذ شيء في حجز أرقام فطلع له رقم ثلاثة عشر قال لا هذا رقم هذا شؤم هذا شؤم بلأ بطلت خلاص بطلت لا أو ليقرأوا في الأبراج برج الحمل برج الجدي برج الأسد برج الميزان برج الدلوب أبراج هذه بعض العرفين هؤلاء المنجمين الخبثاء يكتب له رقم السعد ورقم النحس وأيام السعد وأيام النحس لا تعمل كذا يوم الأربعاء ولا تعمل كذا وعمل كذا يوم هذا ينبغي أن يوحد الله ويمضي في حاجته إذا كانت حاجة خير أو حاجة مباحة ولا يرد لا كلام منجم ولا كلام عراف ولا أرقام ولا كلام فارغ ويقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك طيب هذه طبعا يعني عبرات تزيل ما في النفس من رواسب الجاهلية والتشاؤمات والتشاؤمات وتجعل واحد توكل على الله وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال منا رجال يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم يعني أشياء من الشيطان انخبت أنخبًا